النادي الاهلي على وشك المشاركة في بطولة الانتر كونتنينتل وعنده مواجهة كبيرة مع العين الاماراتي هل ترى ان الاهلي يستطيع المنافسة على لقب هذه البطولة؟ الاهلي دايما بيكسب الاهلي دايما بيكسب يا كريم واهلي معروف في كل البطولات انه هو بيبقى صعب جدا لأي فرقة فريق قوي فريق منافس فريق عنيد فانا شايف ان الاهلي فرصته اقوى من العين على رغم ان انا يمكن اتفرجت على المطش من شوية بتاع العين شايف ان العين بيلعب كويس جدا بس برضو خسارته اللي حصلت النهاردة مع الهلال دي تبقى فرصة كويسة جدا للأهلي لان الاهلي يمكن خسر جوا ملعبه واستجمهوره وطبعا هي الكورة حزوز ولكن انا شايف ان الاهلي قوي شايف ان الاهلي فريق عالمي معروف عالميا وشايف ان انا بالنسبة لي لو في ريت ان احنا ممكن نقيم من واحد لغاية عشرة لكل فريق فانا شايف ان عشرة من عشرة الاهلي ممكن يكسب وعشان الاهلي فريق قوي جدا مش بس قوي مصريا هو قوي افريقيا ومعروف يعني فرقة معروفة هو الاهلي دايما بالنسبة له هي دي بتبقى الدوري او البطولات المفضلة لي ان هو يظهر فيها بشكل كويس وقوي موسيقى